عدنا حضراتكم مرة أخرى مصر كلها بتتابع جلسات مجلس النواب بعد الانتخابات وما ده يحدث لأول مرة مش لأول مرة طبعا ده دور مجلس النواب بس اللي أنا ملاحظه أني فيه دور الرقابي وأكثر حدة من اللي شفناه في مجلس النواب السابق في بداية مجلس النواب الوزراء والكلام مع الوزراء ورئيس الوزراء والخطط وبتعمله إيه والدنيا عاملة إزاي ووصلت إلى حد مواجهات في مناقشات مختلفة لغاية النهاردة كانت موجودة في مجلس النواب مع وزير الإعلام وزير الحكم المحلي الإدارة المحلية أنا آسف وغيرها وغيرها من الوزراء وأديكم شفت طبعا وزير التعليم العالي كل واحد عملته إيه الدنيا البلان بتاعتك إيه الخطة بتاعتك إيه عملت هنا إيه عملت هنا إيه نواب جهزة بحاجات كتير هذه الفقرة لنتحدث عن ماذا نتوقع من هذا البرلمان في السنوات القادمة أو في الفترة القادمة ضيفي النائب العزيز أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أهلا بيك أهلا محمد بيه أهلا بي السيادة إيه البداية السخنة دي؟ آه بداية بداية إن شاء الله قوية وآآ شوف أقولي سيادتك يعني إيه آآ أنا مش شايفها سخنة أنا شايفها منطقية أنت لديك مجلس آآ نيابي جديد رئيس جديد وكلين ما يزيد عن ربعمائة نائب آآ جدد آآ التشكيلة دي لابد أن يستتبعها في المقابل حكومة قديمة بقالها من 2018 اللي بيحصل ده رئيس حكومة ييجي آآ يأكد على برنامجه اللي قدمه في 2018 ويقول في خلال السنتين وآآ كم شهر دول إحنا عملنا إيه ثم وزير وزير ودي كانت الحقيقة آآ يعني كان قرار جيد من اللجنة العامة بالمجلس إنها هي تخلي في كل يوم آآ وزيرين عشان يبقى فيه مساحة كافية مش مجرد للنقاش ولكنها لأول مرة ما حصلتش في البرلمانة اللي فات لا البرلمانة اللي فات كان مختلف كان حكومة جاي بعد طبعا صورتين أنت المرة دي برضو عندك مكونات مختلفة خالص عندك حزب أغلبية والناس مش واخدة بالها أحيانا يعني مش متخصص يقول لك وفيها إيه يعني حزب أغلبية طبعا كان فيه ائتلاف أغلبية قبل كده فرق كبير جدا لإئتلاف أنا كنت أمين عامل أغلبية في الإئتلاف لمدة سنتين أنا هذا الكيان اللي بيشكله مين أحزاب طب لو ما فيش التزام من نائب من المنضمين لحزب من الأحزاب دي وليتي عليه إيه كأتلاف ولا حاجة ما عنديش أمانة مركزية ولا عندي أمانة محافظات ما عنديش شياخات أنت راجل حزبي قديم وفاهم لكن لكن وجود حزب أغلبية أمانة مركزية هيئة عليا أمانات محافظات الشياخات المسائل هنا بتبقى محكومة بشكل ما فيوش وجل مقارنة فأنت ده المنعكس على شكل كمان القاعة أنت لو تلاحظ أن القاعة فيها ما شاء الله انضباط جيد جدا فيها التزام بالحضور القوى السياسية حريصة على أن البرلمان يكون شكلا جيد وبالتالي يبدأ إيه المسير المرة اللي فاتت كان أقصى أعلى قوة سياسية كانت 62 نائب الوفد كانت 34 يعني أنا بس والباقي كله مستقلين فعشان تسيطر على هذا العدد المستقلين عملية شيء بمستحيلة فإحنا إن شاء الله مستبشرين خير انبارح كان عندنا وزير التنمية المحلية وزير التموين والنهاردة كان وزير الإعلام وزير التعليم العالي رئيس الوزران بارح زي ما أنتوا أكيد غطيته قال للبيان ثم بعد كده الوزير بيتكلم بها بكل تفاصيل الملفات اللي وقعها تحت ايه تحت مسؤوليته وولايته ثم تعقيب السادة النواب سواء من المتخصصين داخل اللجنة النوعية المختصة بالوزير أو من وطبعا أنت لجنتك دارة محلية أنا بارح والتأول للمتحدثين طبعا يعني في إنجاز التشبيه في مواجهة السيد وزير التنمية المحلية وده بحكم طبعا المنصب ومنصبي وبعد كده السادة النواب بيبدأوا بقى بكل واحد بيتكلم في تقييم ما تحدث به الوزير أو في خلفية معينة ممكن موضوع الوزير ما يكونش أثاره بس هو كنائب في دايرته أو في ملفه رصده فيبدأ ايه يقوله الجلسة مع الوزير بتاخد قد ايه لأ أخذت حسب بقى حسب مواصل وزير مجاله مفتوح يعني ممكن لأنه هو شخص واحد بس منعاتك يعني ممكن يتكلم نص ساعة ما تقدرش توقفه ممكن يتكلم ربع ساعة حسب هو بيانه عشان يقدم لك ماذا تم وماذا فعله وما هو المفتوح يعني بيان وزير التنمية المحلية آآ آآ مبارح كان آآ لحقيقة مدته أطول من بيان الإعلام مثلا على سبيل المثال لأن الملفات مختلفة ده المحليات آآ يعني بيت الرعب آآ بيت الرعب فعنده مساحة لكن هي الفكرة بقى في النقاش بقى النقاش بقى هو اللي بيفرق لأن رئيس المجلس بيبقى مرتبط بعدد ايه طلبات الكلمات فطبعا مع التنمية المحلية تقريبا البرلمان كله عايز تكلم طبعا لأن هل حدد رئيس المجلس عدد معين قاله الله أنا حستكفي مثلا بمئة مئة شخص مئة نائب خمسين نائب ولا سمح للجميع لكل من يريد هو الراجل جديد تمام وبيحاول أنه هو يعني يعطي أكبر فرصة ممكنة للسادة النواب أولا يتعرف بيهم يشوف مين اللي بتكلم السيادة تكفاهم يشوف مين اللي بتكلم بتكلم إزاي مين اللي ملتزم بالتقاليد والأعراف البلمانية آآ مين اللي مصر يختص بالكلمة يعني ودي بدرة طيبة وأنا لو منه هعمل كلام ده آآ فامبرح الجلسة طبعا اترافعت متأخر كم ساعة لا اترافعت يعني أعطاكن الساعة سبعة أو تمانية حاكة لا اترافعت متأخر يعني يعني أنا ماشي متأخر النهاردة اترافعت بدري حبتين فبس برضو مبارح كان فيه بيان الرئيس الوظف أنا عايز أأكد بس على أن اللي بيحصل ده الحقيقة لابده أن احنا نشكل الوعي لنا جميعا مش مجرد برلمان أو حكومة أو حتى إعلام لا المواطن كمان لابده أن هو يعلم أن فيه سلطات والسلطات ده دي سلطة التنفيذ وده سلطة التشريع ورقابة وأن ما يحدث هو آآ ممارسة لاتصاق ما بين السلطتين لتحقيق مستهدف الماء ألا وهو خدمة وطن ومواطن آآ فما ننزعكش إذا كان فيه هجوم وده رسالتي للوزراء إذا كان فيه هجوم من السادة النواب لأنهم حلفين اليمين على أن هما يقوموا برصد المشكلة ويحاولوا يشخصوها ويحاولوا يقدم حلول فيها تمام وفي نفس الوقت مندعو زملائنا السادة النواب زملائنا الجدد أن لابد أن يكون حديثهم حديث موضوعي وأنا يمكن في كلمتي بالأمس دعيت الحكومة وقلت قولاً وحيداً كده رغم أن علاقتي بالوزراء ووزير التنمية المحلية علاقات إنسانية جيدة جداً لكن احنا بنفصل لأن في النهاية هو ده قسم وابتلهم أنا الأوان أن ننتقل من الشكلية في الممارسة بيننا وبين بعضنا إلى الموضوعية يعني أنا فبمعنى أنت ممكن تيجي وتبقى الجلسات دي جلسات فطفضة طبعاً وديها جداً نشرب شيء مع بعض لا يعني نهاجم بعض والكلام ده كله وبعد الهواء نسلم على بعض وبالأخضان ونتكلم هنتعش فينا النهاردة مع بعض تمام وبيحصل حاجات دي في المرلمانات قبل كده وسيادتك عارف لا احنا أو بلاش كده إن الجلسة تنتهي وخلاص أنا جيت قضيت اليوم والحمد لله هعدت بسلام واخد بالسيادتك وروح أشوى بشوية ينسون ونام وخلاص رجعت ريمة لعادتها الأديم لا ألتفت إلى الملاحظات التي طرحها معالي السادة نواب الشعب الموقرين ممكن تمشي كده وكثير من ده أنا زودها بق إن فيه تقارير برلمانية بتطلع ب توصيات معينة وتتناسع وتحطف الدراج وتتحطف الدراج طبع واخد بالحضار ودي اللي أنا وقفت أمامها مبارح لأن دي الملاحظة اللي أنا عنيت منها في خلال الخمسة أعوام الماضية إحنا وحضرتك تيجي نرصد مشكلة ما أي مشكلة اتعدي على أراضي يعني بتكلم في مجالي آآ قمامة آآ أسواء عشوائي أي أن كان فنعمل النواب إحنا رسلناه منين من طلبات الرحاة نعمل لها جلسة واثنين وثلاثة وعشرين وثلاثين واربعين وخمسين جلسة متوسط عدد ساعات عمل قد تصل إلى تلتمائة ساعة عمل يعني الاجتماع الواحد ممكن يأخذ له خمس ست ساعات واجي لمحمد شيردي واروح لمعتز ونعض ونسيب أشغالنا كلها عشان نحاول نوجد الحالة حالة ما بين البرلمان والحكومة والإعلام وفي نهاية المواطن وتنتهي كل هذه الجلسات اللي كانت بحضور الحكومة إلى تقرير أععد أشتغل فيه أنا وثلاثين أربعين موظف بياخدوا مرتبات من الدولة يمكن أربع خمس شهور بنقول إيه اللي حصل الشكل ثم مين قال إيه ووجهة نظر إيه ثم في النهاية بنضح خارط الطريق توصيات المفترض وفقاً للمادة الأولى من قانون واحد لألفين وستاشر أن هذه التوصيات هي توصيات ملزمة لأن من يصدق على السياسة العامة للدولة هو البلمان عندنا وعند غيرنا أنا أتفهم أن ممكن ممكن تبقى أنت مش جاهز لتنفيذ التوصيات يا رغم أن إحنا بكلمك علي أنا كالجنة أنت بتعدي من الحاجات المدروسة ببقى حريص جداً يا محمد بي إن أنا وأنا بحط التوصية تبقى توصية قابلة للإيه للتنفيذ عشان كده بنستهلك اجتماعات كتير مش 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 توصية تعجيزية مش تعجيزية ما أنا عارف الوضع إيه والظروف بتاعتنا إيه وبعدين كل التوصيات دي بتبقى من بنات أفكار من التنفيذيين اللي بيحضروا معايا ومنقشهم مع مين مع النواب فتجد إن ممكن التقرير ده بعد ما نعمل الكلام ده كله يعني مثلاً مثلاً أسواق العشوائية دي إحنا عاملين فيها تقرير من 120 صفحة أنتو نشرتوه الإعلام نشرت 120 صفحة أخذت حضرتك مننا عدد من الاجتماعات وساعات العام آآ آآ إمبارح اتقال آآ أرقام في الأسواق يعني أدي لك مثال عشان نتكلم بلغة الأرقام الحكومة قالت لنا في الجلسات نهاية عندها 1100 تقريباً سوق عشوائية اللي وضبطه سبعين حاجة وسبعين سوق عشوائية فطبعاً ده رقم آآ أقلم ناشر في مبارح محبط آآ أتقالم بارح آآ رقم تاني إن اللي توضى 150 ثم أتقال رقم تالت اللي خبطة في المعلومات دي آآ آآ فيها إشكالية آآ طيب هل التقرير ده آآ المجموعة الوزارية المختصة بيه هل اتطلعت عليه هل عقدت له جلسة ده الكلام لما تبقى أنت مطلع تقرير عن المواقف مثلاً 22 اجتماع بتسعة وتسعين ساعة عمل وبرضو أنا بيعجبني جداً وانت بتكلمني إنك أنت بتحسب عدد ساعات العمل التي استغرقها عدد كل تقرير علشان تشوف الفكر اللي تحط في التقرير ده إيه وبتقرنه بحاجات يعني بيعجبني لما بعد أتكلم معاك آآ حاجة موجودة فيك على فكرة كنا زمان وانت عارفه كنا بنتابع اللي بتشوفه كانت بتمشي اللهوي كده ما حدش كان يقولك أنا عملت كذا ساعة عمل وعملنا مش كانش حد أصليها قصة ما حدش كان عنده ده واخد بالك فأنا معجب قوي بطريقة تقرير يا قصة أنا الأواني إن إحنا نقولها قول آآ انت جولي أول ما توليت فقالك إيه إحنا أبتلهم إحنا عايزين نعمل الموضوعات كذا وكذا وكذا فقالوا لي إحنا منزلنا على أربع اجتماعات تمليه أربع اجتماعات كل اجتماع ساعة تمليه أربع اجتماعات ده ياخد اجتماعين بس أو اجتماعوا فقالوا فأنت بس عشان البدل بدل حضور الاجتماعات هو بدلت بسيط يعني بخمسين جنيه ولا مين جنيه حاجة فالحقيقة أنا أرتلهم أنا بحدة أقصى الكلام ده يعني مش هيمشي معنا ده في السنة الأولى من خمسين وطبعا السادة النواب في الأول يعني زملاء العزاء يعني معظمهم مجاش يعني في البرلمان تاني لأنه تعرف النسبة الغاليبة مجاش في الأول يعني أول يوم كده علمه يعني ممكن يكونه تحفظ وبعد كده لما أرتلهم يعني خلي العمل يبقى فيه بركة كده يعني ما ينفعش في مسألة إن الاجتماع يأخذ ساعة حتى وإن كانت هو ده النظام فإحنا اجتماعاتنا تبقى من ساعتين لتلاتة ولو زادت نبقى نعملها اجتماع تاني هم طبعا بينظروا لها فيه ناس بتيجي من الصفر فعشان كده أنا حريص دايما على لأن مسألة الاجتماعات الكتيرة دي دون أن يكون مقرون لها عدد ساعات عمل فقد تأخذ فهما آخر يعني طيب كويس فأنت إذن بتعمل التقارير دي تمام ليه واخد الحجم ده لأن أنا حضرتك بيحضر معايا محافظين بيحضر معايا مديرين مواقف محطات ركاب يعني نواب فكل محافظة قبل ما بتحضر بقى أعايز رؤية المحافظ بالجهاز التنفيذي بتاعه وأبدأ أحط بقى الأليوية دي له فرصة يتكلم هو وجهازه فتبدأ تطلع القيادات القيادات صغيرة يعني أنا أذكر أن مثلا في محافظة غالبا محافظة قليوبية جالي شاب مع دكتوراه هو اللي مسك الملف ده والحقيقة عمل برزنتيشن جيدة جدا مع دكتوراه آه شاب في الهيكل عمل برزنتيشن هايلة وأبقى أبعتها لك فهنا تيجي بقى محافظة ما حضرة في الكنان أنا أعوام جايب أربع خمس محافظة عشان أو جد لهم حالة التنافس ما بينهم يتكشف اللي مش مذاكر فلما ييجي المرة الجاية يعرف بقى هو الواحد يتكشف آه سياد النائب أنا مستمتع بحديثك جدا لأنك أنت كده حولت لجنة الحكم يعني الإدارة المحلية في مجلس النواب أنت كده دخلت على مرحلة الكونغر أنت كده بتاخد الدور بتاعك إلى الأبعد لأنك أنت بتجيب الكل وكل بيقدم لك ودي الحالة اللي كان نفسنا دايما وكانت دايما مفقودة زمان دا ما كانش موجود فأنتو دخلتوا إلى هذه المرحلة الحمد لله بتعايز تقولي أن أنت وصلت بالرقابة من مجلس النواب أن أنت بتجيب المحافظات عشان تشوف كل واحد عمل إيه فالمحافظة اللي مش مذاكرة واللي بتيجي تقول أي كلام بتبان على طول قدام المحافظة على طول المحافظ بجهازه التنفيذي ساعتها بتروح أنت عامل إيه بقى شوف أنا يهمني الإيه شو نفسه الموضوع طبعا بيبقى علينا تحفظات بس أنا مش عايز أفرق على الاجتماع إحنا أدقنا مش مصرح يا محمد بي أدقنا إحنا شايلين الهم والله زي ما بيقولك كده وإنت عارف فأنا يهمني أن أنا أفهم فده الجزء الأكبر من اهتمامي لكن طبعا يا إما أثناء الاجتماع أو بعد الاجتماع أي أن كان أو اللي اتنين بيحصل موقف وإجراء واخد بال حضراتي وبالمناسبة وعلى مستوى محافظين وعلى مستوى وزراء دون ذكر أسماء ودون الإعلان عنه ودون الإعلان عنه لأن أنا مش عايز مش عايز أنا يهمني الملف فأنا أولا أفهمه عشان أعرف أدي فيه توصية وأنا اللي بمضي بناء على توقيعي ده دولة رئيس مجلس النواب بيصدق فتخيل حضرتك لما نتعب التعب ده كله سواء جوه البرلمان أو خارجه وأنا مع حضرتك هنا أو الزيارات الميدانية أو الزيارات الميدانية ولا أجد صدى أو اهتمام للتقرير اللي أنت طلعت للتقرير يبقى ده بقى ممارسة رشيدة ولا ممارسة شكلية ممارسة موضوعية أنت حلف اليمين عشان تنفذ وأنا حلف اليمين عشان أشرع وشخص ورائب وساعدك في تقديم حلول طب أنا عملت الجزء اللي علي وبعدين أنا للدستور منحني أن لما أقولي الكلام ده ويتبعت لك رسمي يبقى المفترض حضرتك تعمله أو ترد علي تقولي مش هل تعمله ليه برافو عليك فنعمل قاعدة تانية تقولي والله أنا عندي الإشكالية دي خصوصا أن معظم الملفات بتاعتنا إحنا ورسين ستين سنة صعبين أول فيها تشبكات فوزين لوحده ما يحلش يعني أسوأ العشوائية دي الكلاب الضالة ها يعني كله داد عندك في الضالة المحلية ها الكلاب الضالة نعمل له ريبورت وأرجوك حضرتك اسأل عنه واسأل جيب حضرتك رئيس لجندة الزراعة الحالي لأنه كان في الدور الأخير هو سيادة النبي شامل حسين لما جوم الجماعة بتقول هيئة البيطرية وأشهدوا بالتقرير وقالوا إحنا فخورين أن يبقى طالع تقرير زي ده لأن الجماعة بتقول الأمم المتحدة جم وتطابق رؤيتهم بالتقرير اللي انتوا عاملينه ولا أجد أن التقرير ده حتى الوزير المقتص وزير الزراعة وزير الزراعة هنا الفكرة في إيه انت عشان تحل المشاكل دي لازم تشكل مجموعة عمل ويكون لها مقرر أو منصق لأن انت محتاج أراضي فالأراضي ممكن ما تبقاش عند المحليات وده طبعا التقرير ده بذات أنا عايزه ليه علشان واضح جدا أن انت طلبت إنشاء مأوى لتجميعات وكلام ده كل زي ما قوموا بتحلك الطالب صحيح في خناءة دايرة ما بين المحليات وما بين الناس بتوع جمعية الرفق بالحيوان والجماعة في الهيئة البيطرية اللي معهمش إمكانيات ولا فلوس تقدر تعمل أي حاجة دي خناءة دايرة أنت عايز تقول إن سيد القصير مثلا وزير الزراعة ما ردش عليك ولا اللي قابل منه؟ أنا مش عارف هل التقرير ده رحله ولا ما رحله طب ما تبعت قوله تادي؟ نبعت بس أنا هي طبعا لازم يكون رحله لأن هي دي دولة لكن هي الفكرة في إيه؟ ما إحنا مطلعين تقرير يعني الكلب ظلا مطلعين تقرير عن الويس مانش مطلعين تقرير عن الأسواق العشوائية النورة المخلفات والمواقف والأسواق نتكلم عن هذه التقارير لما جوم مع بعضنا الحكومة أدي لك مثال جيد جدا لا المساعدة الدهولي بعد الفاصل طيب يلا ماشي لأننا بعد الفاصل عايزك بقى تقولي التقارير إيه اللي موجودة عندك التي ستتابعها مع الوزارة في الفترة القادمة حنطلع فاصل وحنرجع تاني الدور الرقابي زي ما بيقول الكتاب الحياة اليوم